وزارة الخارجية سعادة ليزلوت اندرسون سفيرة مملكة السويد لدى دولة الامارات وأبلغتها احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين لسماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة السويدية ستوك هولم بحرق نسخة من القرآن الكريم وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد مشددة على همية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلبا على تحقيق السلام ولمن كما عبرت الوزارة عن رفض دولة الامارات استخدام حرية التعبير كمسوق لمثل هذه الافعال الشنيعة وشددت المذكرة على رفض دولة الامارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة لمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الانسانية والاخلاقية مشيرة الى ان خطاب الكراهية والتطرف يمكن ان يؤدي الى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم واكدت مذكرة الاستدعاء على اهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب في وقت يحتاج فيه العالم الى العمل معا من اجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر